موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال بعد أقل من ساعة ونصف تقريبا يخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة حاسمة أمام نظيره الكندي على أرضية ملعب ثمامة برسم الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لمونديا القطر بإرادة تحقيق نتيجة الفوز وحسم التأهل إلى الدور الثاني الناخب الوطني وليد الرجراجي كشف أن اللاعبين على أتم الاستعداد وجاهزون ذهنيا وبدنيا لخوض المباراة بنفس الحماس الذي أبانوا عنه خلال الجولتين الأولى والثانية من منافسة دور المجموعات وأضاف أن المباراة المرتقبة ستكون قوية بالنظر لخصم ليس له ما يخسر ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مناقشة هذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو أسحافيا رياضي محمد للجفال أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا إذن أقل من ساعة ونصف تفصلنا وتفصل الأسود مباراة مهمة حاسمة جدا أمام كندا بداية كيف تقرأ هذه المواجهة الحاسمة أعتقد أن هذه المباراة مباراة صعبة وصعبة جدا نظرا للصياق العام للمباراة الفريق الوطني المغربي بالفعل أنه يحتل المرتبة الأولى ملاصفة مع المنتخب الكرواتي ولكن هناك صعوبة في المباراة نظرا لعدة عوامل بينها أن المنتخب الكرندي خارج السباق مقصي بصفارة خسمية بعد المباراة الثانية الفريق الوطني المغربي سيحاول خضر المستطاع أنه عنده جديد صنوريات إما الفوز أو التعادل لذلك على الفريق الوطني المغربي أنه يلعب باحتياط كبير نظرا المنتخب الكرندي أظهر على المستواجيد خلال المباراة السابقاتين أمام كرواتيا وأمام بلجيكا وحرج المنتخب البلجيكي في المباراة الأولى على العموم أعتقد بأن الفريق الوطني المغربي لديه من الإمكانيات التقنية والبدنية وكذلك الجربة التي اكتسبها وليد رجيكي ستجعل أن الفريق الوطني المغربي إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية ويتأهل للدور الثاني لثاني مرة في طارح قرية القادة المغربي بعد التآهل الأول في سنة 1916 وطبعا المطلوب الآن ليس هو الدخول في ماتهة هذه الحسابات لضمان التآهل ولكن نحن نراهن على الفوز وطبعا الناخب الوطني واللعبين هم يعرفون ووعون بهذا الأمر جيد أكد وليد رجيكي خلنا ندوصحه فيه لأمس على أن الفريق الوطني المغربي سيحاول تحقيق الفوز في المباراة حتى يخرج من أي حسابات أخرى لذلك فأعتقد بأن المجموعة الحالية اللي غد يدخل المباراة اليوم بستناء تغيير واحد والصابيري غد يدخل في المباراة كلاعب رسمي أعتقد بأن الفريق الوطني اللعب بنفس الشكل اللعب فيها المباراة الأولى وكذلك المباراة أمام بلجيكا وكرواتيا بتنظيم دفاعي منظم وسط الميدان والعتيم مدعا للحاملات المضادة وكاللاحظة على أن المنتخب الكندي في المباراة الأولى والثانية هناك بعض الأخطاء لمستوى الدفاع بإمكان الفريق الوطني المغربي يستغلى خاصة على المستوى الجهة اليمنى والجهة اليوسر كتكون واحد الفراغات لعنى من الإمكانيات من اللاعبي لكذلك المزرعوي وكذلك حاكم زياش ثم اللاعب حاكمي كلما اللاعبي نادو عندهم إمكانيات باش أنه يدخلوا ويشجلوا هدفة المباراة مباراة حاسمة وكي ينتظر الجمهور المغربي بأحرر من شوق يعني المغاربة كلما يتسنى والفوز للفريق الوطني المغربي خاصة بعد سقوط المنتخب السعودي القطاري وذلك التونسي بقى الحضور الدول العربية هو المنتخب المغربي بالإضافة للمنتخب السينيكالي اللي تأهلوا كم التوفيق في المراحل المقابلة نعم ومن هنا سؤالي أود أن أتحدث بالتفصيل يعني كيف تتوقعون أن يتعامل وليد الرجراجي في هذه المباراة مع المنتخب الكندي كيف ستكون الخطة أعتقد كما قلت لك في السابق على أن الفريق الوطني المغربي سيلعب بطريقة كيف يلعب المباراة الأولى والثانية بالدفاع ووسط الميدان مع الاعتماد على الحمالات المضادة على حسب المستوى المباراة الفريق الوطني ستتعامل مع الخصم ديره حيث المنتخب الكندي معروف عنده لاعبين سرع على مستوى الهجوم يعني على مستوى الجهة اليوم عندهم دفاع سريع لذلك هذه العملية سيحاول أنه يحد الهجومات ديرهم ويقوم بالحملة المضادة وعنده من الإمكانيات اللاعبين يشكل الفريق الوطني المغربي عندهم من الإمكانيات أنه يحق نتيجة إيجابية خاصة أن المنتخب الكندي مشيدك لمنتخب لينهابوا وأنه ماشي من المستوى ديال كندا والمستوى ديال بلجيكا أو كرواتيا لذلك المباراة اللي كانوا صعب وصعب جدا والفريق الوطني المغربي نجح أنه باش يدود هذه الفرق اللي ما كبرى على المستوى العالمي بلجيكا اللي محتلل الصف الثاني ومنتخ كرواتيا اللي ووصف بطل العالم في النسخة ديال روسيا لذلك فالفريق الوطني المغربي إن شاء الله عندهم من الإمكانيات التقنية والبدنية والنفسية حتى لك الحضور الجماهير القوي اللي غير يكون لهم في المباراة كل هذه العوامل اللي قد يجعل أن الفريق الوطني المغربي إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية ويتأهل للدورتين من هذا المنطلق في اعتقادكم ما هو أفضل سيناريو سيحسم التنافس في هذه المجموعة المجموعة السادسة أحسن سيناريو هو أن الفريق الوطني المغربي حقق نتيجة إيجابية الفوز من أجل أولا احتلال المرتبة الأولى في المجموعة السادسة وفي نفس الوقت أنه ما يخليش بعض الشكوك في التواني الآخرة أو النصف الثاني دي المباراة يعني الجولة الثانية لذلك يحقق نتيجة إيجابية أهم شيء من على التعادل غير يقعوه في بعض الأخطاء اللي يمكن لها تخلق لنا مشكل لذلك الفريق الوطني المغربي مطالب يتحقق نتيجة إيجابية حتى يحقق المراد دي الجمهور المغربي إن شاء الله طيب هل هناك نقاط سلبية ربما يتعين اليوم على وليد الرجراجي أن يتدركها في هذه المباراة لا أعتقد بأن وليد الرجراجي نجح في المهمة مئة بالمئة في المباراة الأولى والتانية يعني الطريقة بلش لعب الفريق الوطني المغربي هي طريقة مميزة يعني على مستوى الدفاع وسط الميدان بالإضافة لحارس المرمى للمباراة الأولى دي البنون المحمد المباراة الثانية كان المستوى للفريق الوطني ونفس النهج دي اللي لعبنا به نفس النهج غدي يكون الفريق الوطني المغربي لذلك غدي يكون واحد تنشط الهجومي أننا نحاول ندير واحد تنشط الهجومي باش نضغطوه على الفريق الخاص في بعض الفترات من المباراة باش نحسمون النجيج إلا أنه إلا ما حسمتش النجيجة في الشوط الأول غدي تكون هناك بعض الأمور نتجل أنها تخوف أنه باش تتلقاش هدف وتكون واحد السنة لم يكن تمنوش نعم نعرف بأن يعني العناصر الوطنية اليوم أمام فرصة التأهل للدور الثاني في المونديل يحدث هذا للمرة يعني الثانية منذ مونديل عام 86 بالمكسيك في اعتقادكم هل هذا ربما يعني نقطة يشكل يعني حافز نقطة تحفيزية للنخباء الوطنية اليوم نقطة تحفيزية وهذا الجيل هذا يدخل للتاريخ دي الكرة المغربية والإفريقية والعربية نظرا العامل الأساسي هو أن جميع الدول العربية أقزيت من هذا المونديل وهذا المونديل منظم بدولة عربية شقيقة لدولة قطر لنجحات في تنظيم يعني مونديل في المستوى العالي هذه الأشياء كلها يجعل لأن الجيل هذا يحاول يدير جميع الإمكانية كما قال وليد وكذلك يحقق نتيجة إيجابية من أجل إسعاد الجمهور المغربي وفي نوصل الوقت إذا حقق الفريق الوطني المغربي يفوز في المبارة في كندا ستكون أحسن إنجاز في طريح كرة المغربية في نهاية كأس العالم في نهاية كأس العالم دي الـ 86 نحن نحن تصنر على البرتغال في حين لفظنا اليوم ستكون جديد الانتصارات وتعادل الواحد ستكون نتيجة مهمة ومهمة جدا وكل ما نتمنى أن النجاح الفريق الوطني المغربي حتى يسعد الجمهور المغربي والعربي والإفريقي من أجل المرور الضبرتاني طبعا نود أن نتحدث عن نقاط القوة الآن يعني ملاحظ أن ذكت الاحتياط تتميز بلعبين جيدين جدا في اعتقادكم أن هذا نقطة مهمة تحسب لصالح المنتخب الوطني بالفعل لأول مرة في طاريخ المشاركة في كأس العالم الجمهور المغربي وكل المتسبعين يعني عجباتهم اللائحة للإخسار اللاعبين اللي كانوا يعني اللاعبين في واحد المستوى جيد وكلهم اللاعبين محترفين أعطووا الإضافة من خلال المباراتين الصابقتين وخاصة المباراتين اللي بيشيك اللاحظوا على أن اللاعبين اللي يدخلوا في الحصيات أعطووا واحد الإضافة كبيرة جدا وسجلوا أهداف هذه الأشياء التي تحسب الوليد بالفارق الوطني المغربي عندهم لعبين في الحصيات ما يمكنهم أنهم يخلقوا الفارق في المباراة دي اليوم وخاصة في الجولة إن شاء الله نعم هناك من يقول اليوم بأن الاعتماد على إطار وطني هو لوحدي يشكل قوة داعمة وتدعم اللاعبين لكي يقدموا أداء جيد اليوم إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح بالفعل على أن وليد رجريكي نجح فات المهمة باقتدار نظراً الطاريخ المشاركة المغربية في نهاية كأس العالم كان دائماً يكون لدينا مدربين أجانب باستثناء 94 مع المرحوم عبدالله بليندا اللي خسرنا بجلزل الهزائم في الولايات المدى الزمني القليلة لإخذ بها الفريق الوطني المغربي نجح أنه يوجد الفريق الوطني المغربي لهذا لحاجة العالمية وشي وسهل خصكت واحد من جمو عادل الأشياء اللي قام بها يعني جعلت على أن كل المتتبعين والصحفة العالمية شات بواليد رجريك كمدرب عنده واحد مستقبل كبير في مجال التدريب وبرهن الجميع اليوم على أنه مدرب قادر الفريق الوطني المغربي باقتدار في نهاية تكسل العالم وأمام منتخبات عالمية من تراز رفع نعم الصحافي رياضي محمد الجفال شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وطبعا نتمنى كل التوفيق والسداد لمنتخبين الوطني شكرا نعاية وعلي الفقرة مشاهدين شكرا اشتركوا في القناة